اشتركوا في القناة سيدور الكلام في هذه الحلقة عن هذا اللاعب حول عدة محاور أولاً إحصائيات اللاعب في المستوى الأخير سرعة اللاعب هي 48 نقطة وهذا يعطينا انطباعاً بأنه لاعب سريع ومن أسرع اللاعبين في سكور ماتش طول اللاعب هو 48 نقطة أيضاً وهو أطول لاعب بعد الخطير والقائد في اللعبة القوة البدنية هي 48 نقطة أيضاً وهي متساوية مع قوة المطرقة والبلدوزر بالنظر إلى إحصائيات السرعة والطول والقوة البدنية نجد بأن هذا اللاعب متكامل هجومياً فهو يجمع بين السرعة والطول والقوة البدنية ليتبادر إلى ذهنك سريعاً اللاعب هالاند مهاجم منشستر سيتي وهذا يعطيك انطباعاً بأن هذا اللاعب هو مهاجم سفاح من الدرجة الأولى وسيكون أفضل من المطرقة والبلدوزر بالنظر إلى سرعته وطوله والقوة البدنية لكن عليك أخي المتابع بالانتظار حتى نكمل باقي الإحصائيات فطاقة التسديد هي 11 نقطة فقط كذلك بالنسبة للمهارة والاستجابة فهي 11 نقطة أيضاً والآن ما رأيك صديقي المتابع هل لا تزال مصراً على أن أفضل مركز لهذا اللاعب هو الهجوم؟ فكر معي من فضلك لخمسة ثوان فقط هل يصلح هذا اللاعب كمهاجم؟ في الحقيقة أنا جربت هذا اللاعب في قلب الهجوم وكانت النتائج إيجابية بشكل كبير إلا أنني لا أرى بأن أفضل مكان لهذا اللاعب هو الهجوم لأن تسديداته على المرمى ضعيفة كما أن مهارة اللاعب ضعيفة أو بالأحرى هذا اللاعب لا يمتلك المهارة أبداً وهذا سيجعلك لا تسجل أهدافاً جميلة بهذا اللاعب أي أن طريقة إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف لن تكون جميلة كأهداف الصياد أو القاتل المأجور مثلاً والنقطة الأهم هنا أن استجابة هذا اللاعب ضعيفة جداً وكلنا يعرف بأن الاستجابة هي أهم نقطة في المهاجمين في سكور ماتش وهذه النقطة بالذات هي التي جعلت اللاعب الصياد مثلاً يتفوق في الهجوم على جميع مدافعين سكور ماتش في التمركز والتواجد في المكان الصحيح وتسجيل الأهداف الجميلة ثانياً سلوك اللاعب كوك بالنظر إلى هذه الجهة من سلوك اللاعب نرى بأن هذا اللاعب يميل إلى التسديد بالرغم من أن تسديداته ضعيفة ولا يميل كثيراً إلى التمرير ونرى هنا أيضاً بأن اللاعب يميل إلى التمرير الآمن على التمرير الهجومي كما نرى أيضاً بأن اللاعب ضعيف في المراوغة وذلك لأن مهارته ضعيفة كما أنه ضعيف أيضاً في تشتيت الكرة وهذا يعطيك انطباعاً بأنه ليس مدافعاً أيضاً وما يجعلك تتأكد من أنه ليس مدافعاً هو عدم ميول هذا اللاعب للمراقبة ووجود سلوك الجري بالكرة هذا اللاعب يمثل تطويراً لأكثر من لاعب واحد ويجمع مزيجاً بين عدة لاعبين فهو ليس مطوراً من المطرق أو البلدوزر أو الرعد فقط وليس مطوراً من القائد والخطير فقط أنا أراه مزيجاً من تطوير البلدوزر والرعد وتطويراً من اللاعب الخطير واللاعب المغير المكان الأفضل من وجهة نظري لهذا اللاعب هو الأجنحة أو الهجوم إذا كنت تريد أن تعرف أفضل استغلال له في الهجوم فهو بالتأكيد الكرات العرضية العالية أو استغلال سرعته الكبيرة في اللاعب على المرتدات والكرات البينية الطويلة والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من الأفضل في الهجوم المطرق والبلدوزر والرعد أم القوى الماحقة؟ في الكرات العرضية العالية سيكون الفرق بينهم ليس كبيراً جداً أما بالتسديد بالقدم سترى بأن تسديدات المطرق والبلدوزر والرعد غالباً ما ستكون قوية ولن يستطيع الحارس أن يتصدى لها لكن وكما قلنا بأن الكرات العرضية العالية ستجد بأن الفرق بينهم لا يستحق أن يذكر أما في الكرات البينية التي تتطلب سرعة من المهاجم ستجد بأن القوة الماحقة أفضل بكثير ولا مجال للمقارنة أبداً شكراً لمشاهدتكم